فرقنا ما بين شعب برصعيد وبين القتلة هناك فرق شعب برصعيد الباسل اللي كلنا كمصريين بنحب بنقن له كل حب وتقدير لكن هناك فرق ما بين القتلة وشعب برصعيد والإخوة اللي بيزايدوا ولا المصر مش حينزل لا لمصر ليه المصر ماينزلش ليه هناك عقوبات العقوبات الجنائية ده تخص القضاء لكن العقوبات الرياضية وزي ما قلت قبل كده من شهر بعد المجزرة لما انت بتولع شمروخ بتدفع 30 ألف لما مش عارف ايه بتدفع 100 ألف وما لما تقتل 74 بني آدم خلقوا ربنا ايه اللي يحصل وليس كرها في برصعيد ولا حبا في برصعيد بل خوفا على برصعيد خوفا على لعيبة برصعيد خوفا على جمهور برصعيد خوفا على أخواتنا مش برصعيد برا مصر لا برصعيد مننا الوطن فبلاش مزايدة وبلاش ركوب الموجة زي صحابنا بلاش ركوب الموجة برصعيد مش محتاجاكم برصعيد كبيرة بتاريخها وبكل حاجة لكن هناك فرق ما بين القتلة ما بين برصعيد هل ممكن بعد الأربعة وصعين ماتوا نقول المصر يجي لعب في النادي الأهلي ولا ينزل القرى لعب الزمالك مش بقولي عشان أنا مصطفى يونس جمهور النادي الأهلي في مصر كلها فمش عايزين مجازر أخرى فالناس اللي بتحب البلد دي لازم تهدى شوي قبل ما أقولي الكلام دو أيمن موسيقى